مرحبا احبيبي اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير معروكة طمر طريقة كتير سهلة وبسيطة وكتير بشاهه تعرفوا شغل البيت افضل من شغل المحلات طريقتهم كتير من اول تجربة ان شاء الله بتنجح معكن شايفين الشكل الشكل بيعقد بيحكي عن الطعمة هيدا الشكل بعجينة قطنية وكتير كتير طيبة ونزلية وان شاء الله بتنال اعجابكم لنبدأ الطريقة مع بعض بسم الله اول شي منحط كوب حليب فاتر نسكوب زيت نباتي ملعتين طعم سكر ملعة اثنان ملعة صغيرة فانيلا ببودر او سائلة ملعة صغيرة خميرة ملعة صغيرة ملعة صغيرة نقوم بوضعلى بخلطهم حقắp كوب اثنان ثلاثة حطيت ثلاثة أكواب طحين هلأ بحط ملعة صغيرة محلب المحلب بيعطي نكهة كتير طيبي لمعروك الطمر هلأ بدي عجنون ملخ منخلص الآجنون هلأ بحطاء هلأ بشيله وبحطه بالجات بعد مرور ساعة على العجينة بس ضعف حجمها بهيدا الشكل عنا هوني نس كيلو طمر بحط فوقن ملعة صغيري سامني سامني بتاعتي كتير كتير نكهة طيبة للمعجنات وللحلويات ولكلشي خليطن منيح مع بعض بعد ما خلطت الطمر منيح مع السمنة هلا بحطن عجناب بشيل قصمة من العجينة ما شاء الله ريحة العجينة كتير حلوي ما بحاج نحط طحينا عشان الزيت بخلي العجينة ما تضبق عنا ما تلزق عنا بعد ما عملت العجيني بهيدا الشكل هلأ بعمل طمر بهيدا الطريقة راح اعمل الطمر شايفين كيف بهيدا الشكل وبلف العجيني بلزق من هون منيح بقصة بالمقصبة هيدا الشكل شي خفيف هلأ بحطها على ورقة الزبدي كمان نفس الشي برق عجيني تاني بعمل الطمر بعمل الطمر بحطه بهيدا الشكل بقلب العجيني من اللف العجيني من اللف العجيني نفس الطريقة بكبصوا منيح مع بعض هوني بوصولوا منيح مع بعض بعمل طريقت بعمل طريقت بعمل طريقة بعمل طريقة زبدي حول نص ساعة و ينظر أيضا هناك صفار البيضة ملعين طعام حليب وملعة صغيرة فانيلا خلطه مع بعض دهن الواج من خلطه مع وملعة صغيرة وبرش سمسون أحمل الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل اضعوا بالفرن اخذوا بالفرن 8 دقائق هذا الشكل النهائي لونون كثير رائع وحلو عملنا ثلاث صواني بالعجين اللي عملتها انا وياكن اتمنى طريقة كنا لتعجبكم وتعملوا لايك وشير للفيديو والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتين وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي باي باي احبابي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة